الممثلين تعرض العصابات الدياريس والحنوشة اللي متواجدين في هذه الدول الخارجية اللي يخذوا في أموال باهظة يعني أقلهم يدي 8000 أورو في الشهر أقل هذا المبتدئين يعني كثير منهم يوصلوا إلى 15-20 ألف أورو في الشهر اللي هما اللي يسموهم البياس البيروت سيكريتا يعني العقيد مرات هما أغلبية عقداء مرات كان حتى هما جنيرالات مثل الوضع في فرنسا هؤلاء اللي يدوا حوالي 20-22 ألف بالنسبة للجنيرال اللي في فرنسا جنيرال تادياريس 22 ألف أورو في الشهر المتوسطين منهم اللي هما في رتبة كوماندون يدوا في حدود ما بين 12-18 ألف حسب الأقدمية في الشهر وكلش مدفوع كل ما هو يقوم به كل دورهم وهو عبارة عن متابعة وملاحقة والتضييق على الأحرار في الدول الأجنبية يعني أنا عندنا معاهم تجربة كبيرة يعني في فترة معينة اللي ذكرت هذا من قبل كانوا يوصلوا أنهم يجوا إلى بيوتنا ويأخذوا عزكم الله الشكار تعزبل يحطوهم أمام الباب باش يجي تديهم البلدية كانوا يجوا بلاك يلقوا فيها ورقة ويلقوا فيها حاجة أو أشياء أخرى كثيرة يعني فيه ما لا تتصور يعني آخر آخر البؤس أنت هؤلاء آخر آخر شيء قبل أيام أخرجوا صورة لزوجتي كانت قدمتهم الباسبور باش خذت الباسبور في 2013 18 سنة وزوجتي لم يسمح لها بالدخول للبلاد لما جربي العربي وكان هناك رعب عندهم وخافوا بدأوا يطالبوا ويحلوا باش يجي تدي الباسبور تح اللي كان طلباته منذ سنوات فكان طبعا أعطاعتهم صور نتعى الباسبور قبل ثلاثة أيام ولا ربع أيام مخرجين هذه الصورة صورة الباسبور وفيها ترامبون يعني مازال الماركة نتعى هذا السلك اللي يشد اللي يشد الصورة ومخرجينها في الفيسبوك عندما نقول عنكم أنكم ديفواي وأنكم عصابات فنحن ما نتبلوكمش نحن ما نقول عليكم حاجة ليس صح يعني وصلتوا إلى هذه الدرجة من قبل خرجتوا صورة بنتي أيضا نفس الشيء بنتي صغيرة يومها مرها ممكن كان مرها 15 سنة أو لما أخذت أو 16 سنة لما أخذت الباسبور الجزائري باش تروح لجزائر مع أمها في 2013 خرجتوا هذا الصورة وهذه المرة خرجتوا صورة زوجتي ماذا وجدتم في كافة الأحوال مرأة محجبة عفيفة شريفة صابرة على كل التعب والقلق واللي تشكلوا المقاومة لكم مقاومتي لكم منذ 26 سنة ماذا ستجدون إنما تضغطون على أشقائي في البلاد ولا تضغطون ولا تخرجون صور وتخرجون تليفونات وتخرجون أولادي أو بناتي أو زوجتي ماذا ستجدون ستجدون ناس شرفاء إما بنت شريفة أو زوجة شريفة وعفيفة هل وجدتم صورة هل استطعتم أن تجدوا لحد الآن صورة لمقربين مني زوجة أو بنت أو أخت في مثلا في ديسكوتاك مثلا في عزكم الله في كاباري مثلا في مرقس لن تجدوا أبدا هذا لأن باختصار بسيط لا يوجد إذن صورة نتع باسفور مرأة بخمارها هذا اللي تخرجوه وتحطوه في الفيسبوك ثم ماذا ثم ماذا هل تعتقدون أن هذا شيء 26 سنة وانتم تحاولون بهذه الأشياء ومع ذلك هذا لا يزدني إلا ثبات وإصرار وعزيمة لو كان جيت نخشاكم لو كان نخشيتكم لما كان ذبح في التسعينات وكنت تهدوا باش تذبحوا اللي قرب مني لما لو كان جيت نخشاكم لو كان في مرات عديدة اللي سافرت فيها وكانت هناك محاولات وكان وكانت تهدوا وكانت تهدوا وكانت تهدوا الترغيب والترغيب والترهيب والتهديد والتعنيف والمحاولات اللي راكم تتحاولوها لأنها تراجع ما راكمش عارفين راكم تقاوموا في شعب وخيرة بناته وأبناء ويواجهوكم ويخرج من السجن وتلقاه خارجة من السجن وتخرج وتقول دولة مدنية مشي عسكرية تبون مزور جبه العسكر مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية والله لو جبتم شرطة الصين والهند ومخابراتها وجيوشها لن يتراجع هذا الشعب فرنسا كان عندها مئات الألف من الكورون مبعد ولو عندها مئات الألف من العسكر والبوليسية والحركة وانتصر الشعب الجزائري في ظروف بالغة الصعوبة في الخمسينات والستينات لن يتراجع الأحرار التخويف التلاعب المحاولات الاختراق كل ما شركوا تديروا وما خافيا واللي ما رايش نقوله واللي الناس أكثر من اللي رايش نسمعوه لن تستطيعوا أن ترجعونا للوراء نحن نريد دولة مدنية نريد دولة شعب ما نريدش شعب الدولة أو شعب العصابة نحن نريد دولة العدل ومعها رديئة فاشلة لحليب الناس تدير عليه لأن الزيت الناس تقاتل عليه دراهم الله توسط الناس تقاتل عليهم لكي تبدوهم والفقر يزحف وهو الواد هو الواد هو يقول محلاء عومة و جايين اليوم تشرو فيه دمام رخيصة باش تدخلوهم وتعطوهم الفوتات بالثلاثين مليون و اللي تصرفوها من خزينة الدولة خزينة الشعب في الحقيقة تريدون أن تظلوا جاثمين على صدورنا خانقيننا جعلين هذا البلد مسخر عالمية وهي اللي ممكن كانت تكون قوة و قوة ضاربة ما تحشموش ما فيكمش واحد يراجع نفسه ما فيكمش يقول واحد و أنا رايحين هذا الشعب لن يتراجع فعلوا ما فتفعلون ضيقوا عنفوا عذبوا اغتصبوا ديروا ما تشيرتحبوا هنزلوا الدبابات إذا شئتم سنظل سلميين ستظل اللاعنف هو الأصل وهو المقاومة ولكن مقاومة وصمود وثبات سلمية بثبات وصمود الجبال لن نتراجع أبدا لن نتراجع بإذن الله اشتركوا في القناة